الحاجة المهمة جداً اللي عايز أبتدي بها حلقتنا النهاردة بنبارك طبعاً للعيب النادي الأهلي والفريق الأول أداء رائع أداء مميز أمام سموحة النادي الأهلي كان حصل تعصر وأنا بقول تعصر أمام بيراميز لما النادي الأهلي بيتعادل وبيخسر نقطتين أكون أكيد للنادي الأهلي ده تعصر لكن دايماً التعصر بيجي بعده تصليح المصار أو البطل بيبدأ يستعيد عفاية مرة أخرى شفنا الموقف ده السنة اللي فاتت في الدوري السابق أمام نادي الزمالك بالأخص لما خسرنا المباراة دي 3-1 وكان بعدها في دفعة قوية جداً للعيب النادي الأهلي وبعدها حصدنا البطولة الأفريقية بعدها أخذنا بطولة الدوري بعدها أخذنا بطولة كاس مصر فأكيد التعصر بيجي بعده استفادة قوية جداً واستنفار قوي جداً شفنا النادي الأهلي المباراة السابقة أمام سموحة مكسب بأداء رائع مكسب بإقناع لكل جمهوري النادي الأهلي مكسب بيعيد الثقة مرة أخرى لعيب النادي الأهلي بالرغم أن الثقة موجودة والثقة كانت موجودة بشكل كبير في مباراة بيرامز اللي ما كانش فيها حظ كبير للنادي الأهلي لكن أمام سموحة كان الأداء رائع النادي الأهلي بيحرز أربع هداف أربع هداف كلهم ملعوبين من جمل رائعة لكن عايز أقف عند لقطة مهمة جداً بعد إحراز علي معلول للهدف من راكل الجزاء علي معلول اللي أهضر راكل الجزاء في مباراة بيرامز بعد ما سدد في مباراة سموحة وسجل راح لمسيماني مسيماني اللي عنده ثقة في لعيب النادي الأهلي مسيماني اللي كان في المؤتمر الصحفي بيدافع عن محمد الشناوي بعد الخطأ بتاعه في مباراة بيرامز وقال محمد الشناوي ده اللي كسبنا في كاس العالم الأندية وكسبنا في المطولات الأفريقية وفي كاسمس وفي مطولات الدوري فالنهار ده الدور المعناوي والدور النفسي اللي لعبه مستر مسيماني في الكام يوم بعد مباراة بيرامز وسموحة بنشوف علي معلول وياريت عايزها فعند اللقطة دي وجيبهها لنا يا شباب اللقطة بتاعت بعد ما أحرز الهدف من راكل الجزاء أول واحد توجه لي علي معلول كان مستر موسيماني وزي أقول لحضراتكو ده دور مهم جدا لموسيماني إن هو دايما بشيل الضغط عن اللعيبة بشيل الضغط عن لعبة النادي الأهلي لعبة النادي الأهلي اللي ما شاء الله بنشوف دلوقتي وصلت النهائي لأفريقي بتفصل عن النهائي لأفريقي ودلوقتي دخلة في مطولة الدوري تركيز كبير وتحدي كبير عن لعبة النادي الأهلي تحدي كبير في وقت مضغوط جدا في وقت مضغوط هي دي ركلة الجزاء علي معلول سددها مهارة كبيرة جدا جري وهو بيجري كده راح لمستر موسيماني كنت أنا موجود في ملعب المباراة وعلي معلول أول واحد توجه لي كان هو مستر موسيماني وبيحضنه وكان موسيماني بيشيد بيه أكيد علي معلول يعني حس بالضر للعب وموسيماني مش معال معلول بس مع كل اللعبة مع السلية ومحمد شريف ومع كمان محمد شناني واحد من كباتن النادي الأهلي وكمان شوف نعلي لطفي الشرط التاني فمشاء الله مكاسب كبيرة مكاسب بالجملة في مباراة مهمة أمام سموحة